ما اسم حضرتك? طبعا هون بصيغة احترام. ما اسمك? ما اسمك? طبعا يعني لما انسان بتقول للمسالة الكبار مسا تمام? او مسلا للناس اللي ما بتعرفون. مسلا ما بصير لواحد ما بتعرفو. يعني كتير بنزعج مع الحكي. يعني لازم دايما تقول زي مسلا. مسلا اه مسلا بس مسلا تمام هيك. اه مسلا بين انت ورفعك مسلا هشي عادي مسلا شخص تعرفه مسلا غير هيك يعني بفهمو غلط انو انت ما بتحترمون. براو خصدو هيلفه. براو خصدو هيلفه. هل تحتاجو لوا مساعده. مسا فيك تو بصيغة احترام كمان. براو خنزي هيلفه. براو خنزي هيلفه. تحتاجو حضرتك ايه لوا مساعده مسلا. واس ما خصدو هويته. واس ما خصدو هويته. ماذا تفعلو اليوم؟ او مسلا واس ما خنزي هويته. واس ما خنزي هويته. ماذا تفعلو حضرتك وما تفعلو حضرتك اليوم مسلا. بس تو زي شا بس تو زي شا هل انت متأكد مسلا بصيغة اترام زين زي زي شا زين زي زي شا يعني هل ان حضرتك مسلا متأكده او متأكد. بس تو تسو هاوزي بس تو تسو هاوزي بس تو تسو هاوزي هل انت في بل في البيت. بس تو هنغغيش بس تو هنغغيش هل انت جائع. في عالت زين زي. في عالت زين زي. تم بصيغة اترام. يعني ما هو عمر حضرتك. في عالت بس تو. في عالت بس تو. كم عمرك. واس ما خص. واس ما خنزي. واس ما خنزي. ماذا تفعلو حضرتك. واس ما خستو. ماذا تفعلو. كيف يهدف؟ من أين حضرتك؟ كيف يهدف؟ من أين أنت؟ يعني كيف يهدف؟ مجلسة يهدف كما أو سويا هل أنت جيد؟ هل أنت متعب أو مرحق؟ أين تحديدا؟ كما تحديدا؟ كما تحديدا؟